بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء انا اتشرفت في الايام السابقة بان انا زرت محافظة من محافظاتنا في الجنوب وزي ما سعدت جدا جدا باللقاءات اللي كانت موجودة لكن انا بحاول اركز شويتين ثلاثة على كل ما يتعلق بالمجتمع فوجدت ان فيه ظاهرة من الظاهرة السلبية المنتشرة في كتير من قرانا ومحافظاتنا والدولة امت بجهد كبير جدا 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 في منع هذه الظاهرة لكن الظاهرة ما زالت موجودة والظاهرة دي تمثل تحدي تحدي في ايه؟ انا شايف ان الظاهرة دي بتعمل تحدي للكرام لان رسول الله سلم لما تكلم عن المرأة فقال ما اكرمهن الا كريم وما اهنهن الا لئيم فالظاهرة دي ظاهرة تتعلق بالكرامة بتواجه بناتنا اللي في عمر الظهور هذه الظاهرة اللي بتواجه بناتنا اللي هما في عمر الظهور هي زواج القاصرات وممكن كمان يبقى زواج القاصرين كمان بس الاكتر بيكون في زواج القاصرات انا عايز اقول لكم ان الظاهرة دي ظاهرة في الحقيقة بتوجع القلب لان هي في الحقيقة الظاهرة بتكشف عن مشاكل كتيرة جدا 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 الظاهرة دي اللي خلي انا اتكلمت عنها ان كمان انا في الاستشارات شفت كم من المشكلات والمصايب بسبب هذه الظاهرة بتخليني كل ما افتكر الظاهرة دي قلبي بتوجع واحنا في توفق وسعادة جايين نتكلم النهاردة نتكلم على حاجتين نتكلم على الظاهرة دي ومقاسيها اه للأسف هنتكلم عن الظاهرة دي ومقاسيها وفي نفس الوقت نتكلم عن اعمل ايه مع البنات اللي في عمر الظهور اللي حصل ان هما في العلاقة دي لازم نقول ان من الاسباب اللي بتسبب هذه الظاهرة مشكلات ضخمة بتبقى في الاسر مركز هذه المشكلات سوق مهاملة الاهل اللي بتخلي البنت بشكلة او باخر تقبل ان هي تتجاوز هذا الزواج اللي خلاص احنا عندنا مستقر انه هو حرام البنت بتشعر ان هي محرومة من العطف والحنان فبتلجأ لموافقة على جوازها في هذا السن الصغير طفلة بتتجاوز كنوع من انواع الهروب من الحرمان اللي موجود في اسرتها وبتقول انا مليش حد فاتجاوز بقى عشان يبقى لي حد احبه ويحبني ويحتويني طبعا هذه المشكلة بتتعشق مع مشكلة تانية ومصيبة تانية وهي عدم الرشد في التعامل مع الابن كنعمة اللي احنا اصطلحنا على تسميته ماذا كثرت الانجاب فلما يبقى البنت رقم من الارقام ما فيش اهتمام بيها وفيش احساس بان هي نعمة ما فيش احساس ان البنت دي باب من ابواب الجنة ان الرسول الله سلم بشر الشخص اللي عنده هاتيك البنات اللي عنده ثلاثة من البنات دولة وعنده اتنين من البنات دولة وعنده واحدة من البنات دولة احسنة تأديب اون تعليم اون كانوا له حجابا من النار فبننسى الكلام ده فيبقى البنات حاسة ان هي مش متشافة مش موجودة فالله حاصل فتقبل البنت وهي غير رشيدة وغير فهمة لان انا وبحلل الظاهرة دي وجدت ان كثير من البنات بيبقوا اه في بنات بتكون رفضة هذا امر وفي بنات بتبقى قبلها ان هي تتجاوز في السن ده فكان عندي سؤال اساسي ازاي بنت تقبل ده فكنت مضطر ان انا احلل الظاهرة واشوف ان سوق معاملة او التجاهل او الحرمان العاطفي اللي بيكون في الاسرة بيخليها تقبل ده وفي جمان دافع تاني عند البنات والولاد ان هم عايزين يحسوا ان هم كبروا خلاص فيتجوزوا عشان يعيشوا زي الكبار ويبقى عندنا بيت احنا اللي بنتحكم فيه وبنعمل فيه اللي احنا عايزين ومحدش من اهلنا يتحكم فيه يبقى برضو مسألة مسألة تحكم الاهل الاهل اهمة اللي بيدفعوا الاولاد دفعا سيئا الى هذا الامر وهتلاقي بنات تانية بيتقول انا ممنوع من كل حاجة في بيت اهلي ممنوع من الخروج من فسح مع اصحابي والقيام كتير من الاعمال ودائما بيتخنقوا معايا وبيخلوني اطبخ ونظف فنفسي اتجوز عشان اخرج واتأخر مع جوزي ومحدش ازا عقلي ومطبخش ومعملش حاجة في البيت ومحدش ازا عقلي طبعا ده كلام سازج وفي فكرة خطيرة كمان بتكرس في زواج القصر ان الولاد دولة قناب الموقوطة البلاد دولة قناب الموقوطة فلازم نجوزهم عشان نعفهم وده مش صحيح فكل المشكلات اللي ممكن تحصل ليهم في التربية هتتحسن ويبقوا زي الفل ويبقوا ولا تصالحين لو احنا اعتنينا بيهم وراعناهم صلاح حالهم مش بيكون بالجواز في السن دي لانهم لا بلغوا ولا بلغوا بمعنى البلوغ العقلي ولا رشدوا ولا نضجوا لكن الجواز هم قصر بيخليهم يتجوزوا وهم مش جاهزين ولا نطجين ولا عارفين ايه معنى الجواز